ودلوقتي معنا غبور فاونديشن ولهيقدمها ستودينت من الفاونديشن نفسها ازيوكوا عاملين ايه؟ احب اعرفكم منفسي انا اسمي بشوي صالي بساعد جردويتت من مدارس غبور احد المدارس اللي كان بطورة مدرسة غبور انا خديج دفعة 2021 وكنت الحمد لله الحاصة على مركز الاول على الثلاث مدارس الحمد لله حبيت ان انا كمل كتعليم عالي اعلى بالبوزيشن بتاعي اعرف اكتر عن المجال بتاعي المجال الخاص بالاوتوموتف فحبيت ان انا ادخل جماعات تكنولوجية الحمد لله لاخلت جامعة الدلتا التكنولوجية وبشكر مؤسسة غبور لان من خلال المدرسة ومن خلال تعليمي في المدرسة حقيقة انا فخور بنفسي في الكلية بسبب التميز اللي المدرسة خلتني فيه بجد شكر لمؤسسة غبور على تغيير التفكير بالنسباني انا كنت طالب في الاعدادة لاعي شويتين مفيش حتة الطموح مفيش حتة ان انا عاوز اكون حاجة مميزة عادي انا عاوز ابقى عادي انسان وخلال دلوقتي انا حاليا في غبور الحمد لله بعد ما خلصت وانا حاليا في ثنة تالتة جامعة الدلتا التكنولوجية انا الحمد لله لتالت سنة بشارك في ايديو تيك السنة في الشركة تابعة الجامعة والسنة دي كارجونيزر الحمد لله كمان انا دلوقتي اثناء دراستي في الكلية حصلت على منحة من اكاديمية غبور المنحة دي فيها كورسز عن ريادة الاعمال عن الكاتسمر سيرفز عن الكي بي اي او ان انا ازاي احسب الافيشنسي للعميلي اللي شغال عندي كورس عن الكونوميكيشن سكيلز السوفت سكيلز الحاجات دي كلها بجد بدأت تغير تفكيري اكتر لا انا مش عاوز ابقى شغال عند حد انا عاوز افتح ابقى انتربونير ابقى رايد اعمال يبقى عندي شركة شكرا مستوطة غبور بجد بقول للطلبة اللي في مستوطة غبور خليكوا دايما خليكوا دايما فخورين انكم في مدارس غبور بجد بجد ايام المدرسة مش هتتعاوه هتقابل ناس هتعمل relationship مع ناس وشركات مش هتعرف تعملها بعد كده دايما خليك متميز في المدرسة عشان ان شاء الله توصل لمكان كويس هقدملكو دلوقتي السيسة ناصر عشان تتكلم اكتر عن المدرسة هي المسؤولة عن المكتب التوظيفي للمدرسة مساء الخير ازايكم عاملين ايه انا مبسوطة قوي ان انا معاكم النهاردة انا ناصر زاكي مسؤولة قسم الدعم التوظيفي في مؤسسة غبور كنت حابة اكلمكم احنا بنقدم ايه لولاد بعد ما تتخرج لان احنا ولادنا مش بنسيبهم حتى بعد ما يتخرجوا من المدرسة ومعاهم step by step انا بقدم لهم ايه بنوفر لهم فرص شغل مش بس في غبور في الوتوموتف سيكتور كله وعندنا ولاد اشتغلوا في اماكن كبيرة جدا من اصغر مكان لأكبر مكان عندنا ولاد شغالين في منصور وجاجور ونسان وبي ام مرسيدس بنفضل مع الولاد لحد ما نطمن عليهم ان هم بيشتغلوا مبسوطين كمان في شغلهم وطبعا زي ما انتم عارفين احنا عندنا اقسام كتير في المدرسة عندنا نقل تقيل ونقل خفيف وسمكارة ودهين وسائرات كهرباء وغبور عملالنا مفاجئة ان شاء الله السنة الجاية بدخول قسم جديد وهو الـ IT فانا حبا دلوقتي اعرفكم فيه طالب وطالبة من قسم النقل الخفيف هيكلمونا ان شاء الله عن النقل الخفيف احمد وهدير ازايكم النهاردة انا معاكم انا الطالب احمد محمد زعفراني من مدرسة غبور في الابلاي التكنولوجي انا النهاردة جاي اكلمكم عن التخصص بتاعي بشكل عام هو تخصص ميكا ترونيكس ميكا ترونيكس اصلا كلمة اساسها حاجتين اللي هي البداية ميكا اللي هي الميكانيكا والترونيكس اللي هي الالكترونيات بشكل عام انا النهاردة جاي اقولكم ان انا في مدرستي بتعلم كل حاجة تخص العربية كل الانظمة وكل حاجة من اول المطور بتاع العربية ونقل الحركة في الفتيس او الاجزاء التانية بتاعت او الانظمة الكهربائية بشكل عام بشكل عام يعني المدرستي وفرت الحاجة كتيرة جدا من اهمها المهندسين المهندسين عندنا اقول لهم ما بنسميهم المدربين على اعلى مستوى بحيث انهم يقدروا يوفروا لي المناجي المثالية او الكويسة اللي هي تقدر تواكب لعصر اللي برة انا كلنا عارفين اكيد العربيات بتطور يوم عن يوم كل يوم حاجة جديدة بتزيد فلازم نكون واقبل للموضوع ده حتى لو انت مش مواكب لها بنسبة 100% بستعلى الاقل اوي بتاخد البيزيكس الكاملة اللي تقدر تديني بعد كده الامكانية ان انا مجرد متخرج من المدرسة ان انا اطور من نفس المنتهى السهولة واكيد المؤسسة مش بتسيق بعمل متخلص وبتفضل معك اول باول وطبعا عشان المهندسين يقدروا يدربوك على اعلى مستوى لازم نوفرلك ورش كويسة جدا وفيها اعلى الحجاهات طبعا وفيها عربيات على اعلى مستوى والعربيات بتبقى اعلى في الهات عشان يبقى فيها كل الامكانات وكل الحياة مطورة اللي موجودة بحيث تضرب عليها موجود في المكانة عندنا في الورش عندنا واحدة العادة طبعا بتبقى لسه grandsهبتش في التوكيلات او اللي موجودة بالفعل في التوكيلات وليسه موجودة بشكل جديد طيب خليني برضو اقول لكم ان احنا الولاد عندنا في المدرسة اثناء الدراسة بتنزل مراكز الخدمة ترينينج فبرضو بننزل في اكبر الاماكن مش بس غبور برضو بننزل نتدرب في بي ام بناخد شهر تدريب كامل في بي ام مرسيدس منصور فكل مراكز الخدمة عايزين نسمع دلوقتي تجربة البنات في مراكز الخدمة وازاي البنات اول مرة تنزل ورش هديرة هتحكي لنا تجربتها انا هدير رضا انا في الاول كنت مترددة جدا من ناحية ان انا هدخل مجال جديد زي ده اللي هيخليني يدخل مكان جديد زي ده وهو هيبقى عندي مشكلتين اول المشكلة تبقى مشكلة الفكرة المجتمع ناحية البنت اللي هيخلي بنت النية تنزل وتشتغل في ورشة زي كده اغلبية المجتمع دلوقتي فاكر ان البنت هتنزل تحت في الورشة اللي هو لا تنزل تحت عربية لا بالعكس احنا دلوقتي مدوفر لنا بحيث ان احنا ما نبذز جهدي عالي ولا ان احنا ننزل تحت عربيات وده مش ينفع بالعكس احنا دلوقتي عندنا متطورة جدا دخلت مصر جديد فكانت تجربة كويسة جدا بالنسبة لي ان انا كبنت وانا فخورة جدا ان انا دخلت غبور لان انا دي اول دفعة تخرج بنات من اول مدرسة تخرج بنات من غبور غبور مش هدفها ان هي تخرج عمالة عادية غبور هدفها ان هي تخرج عمالة متدربة بحيث ان هي تعرف تشتغل مع التولز اللي نزل مصر جديد والسبشيا اللي نزل مصر جديد علشان في اغلبية الصناعية اللي موجودين تحت لا مش عارفين اغلبية التولز اللي موجودة احنا بنتضرب على ده كله بننزل شهر تدريبات في التوكلات احسن تدريبات توكلات غبور بننزل فيها ونتضرب بنعرف كل حاجة عن غبور بنعرف كل حاجة عن العربية العربيات انا كنت فاكرا ان شغلها صعبة ومحتاجة جهده ولأ بالعكس انت ممكن ان انت انت كابنت بالذات تثبيتي وجودك في المجال ده لان احنا قليلين قوي شكرا بس انا حبيت ان انا عرفكوا عن تجربتي في غبور وده كان كل حاجة ودلوقتي هنسمع برضو طالب محمود مجدي هيكلمنا عن قسم النقل التقيل صعب عليكم محمود مجدي غبور سكول افابلاي التكنولوجي ايه والسي في اوه تخص نقل التقيل يعني ايه نقل التقيل وهي المتمثلة فيها النقل التقيل ده عبارة عن الحافلات والشاحنات التقيلة اللي هي الشاحنات تقيلة والبواخر وغيره احنا عارفين ان البواخر والشاحنات وغيره بيمشي في اماكن صعبة وشقة وبسفر في اماكن بعيدة فلازما يوفر محركات هاي افشنسي باور وتورك عالي فاحنا عندنا بنستخدم في الشاحنات ديه المحركات الديزل نعم عندنا في التخصص بتاعنا بندرس الفول انجيكشن سيستيم اذا كان الالكتريكال او ميكانيكال اذا كان الالكتريكال او ميكانيكال وبندرس الدرايف ترين كامل والنيوماتيك سيستيم والهدروليك سيستيم المتمثل فيه اللي هي الكاتربيلر والمعدادتي الى كلها طب عندنا غبور بيتمدنا بايه غبور بيتمدنا بكل المعدات الموجودة في القسم بتاعنا بحيث ان هي تكون مطلعة فني زى التقنية عالية مطلعة فني زى التقنية عالية ويتعامل مع السوق لان احنا عندنا في مصر السوق معدوم من حيث انها لتقيه فهي وفرت لنا معظم المعدات اللي اشتغل بيها عشان نكون قادرين لان احنا ايه نبقى زى التقنية عالية ونشتغل في المحركات دي طب ليه دخلت انا التخصص ده عشان احنا عارفين ان عندها في مصر كل التخصصات كل التخصصات اللي موجودة عندنا بتبقى منحس انها اللي اتقيه القليلة فانا اخترت الكسم ده عشان انمي من القسم بتاعي واتواره وعندنا احنا كنا فتاتها عشرين واتنقلنا الارباة وعشرين ودايما ادينا فتقدم فغبور كانت الوحيدة في انشاء القسم القهربائي اللي هو الهيكتركل فيكل ومعنا الطالبة ايا ايمان اهلا وسهلا انا وبسوطة جدا بتكلم مع حضراتكم النهاردة انا الطالبة ايا ايمان تخصص الهيكتركل فيكل انا الاول عايز اعرفكم انا ليه اخترت اصلا التخصص تخصص الهيكتركل فيكل هو تخصص جديد احنا المدرسة الوحيدة اللي عملنا التخصص ده طبعا كلنا عارفين ان المستقبل هو العربية الكهرباء وعربية الكهرباء مش عايزة شغلي إيد وأنا أفضل أضرب في الحاجة وعمل الحاجة بكوه عشان أصلاحها أنا مفروض أنا بفكر العربية بتجيلي بعطل أنا بفكر إزاي هصلاحها إزاي هعرف العطل ده منين وليه أصلا إحنا عملنا عربية الكهرباء طول ما فيه عربيات بنزين عربية الكهرباء أولا بتبقى أعلى كفاءة عن عربية البنزين وعربية البنزين بيبقى فيها خسائر كتير جدا للباور بتاعها وبيبقى العربية الكهرباء بتقايل النوز بتاع العربية البنزين العادية وعربية الكهرباء هي من اكتر العربية السمارت اللي مصر عملتها والموجودة اصلا في العالم كله عشان هي عبارة عن موبايل في جيبك انت ممكن تتحكم في العربية الكهرباء دي من بيتك تشغلها تفية تعمل انت عايزوا فيها طول ما انت موجود في بيتك وده بي رايح العميل جدا ايه اصلا المستقبل للناس اللي دخلت قسم عربية الكهرباء اولا احنا اول دفعة دخلنا عربية الكهرباء وده هيدينا فرص عمل كتير وانحنا هنبقى اكتر ناس مميزين عشان احنا اول ناس نعرف ايه العربية الكهرباء دي وندراسها وانا متشكرة جدا انا اتكلمت معاكم واكتر التخصصات اللي احنا فخورين بها في مدرستنا وتخصص سمكرة ودهن واحب زميلي هيعرفك عن كسم سمكرة طالب يوسف احمد السلام عليكم احب اعرفكم بنفسي انا يوسف احمد صلاح طالب مدرسة غبور واحد دي جنشطة طبية تخصص سمكرة طيب ايه هو تخصص سمكرة وليه انا كايوسف اختارته والله هو تخصص بيهتم بتشيانة هيكل السيارات وتصلحها وبيهتم بفك وتركيب الأجزاء المكسورة في العربية فيه أجزاء ممكن تصلح وأجزاء ما بتصلحش طبعا احنا بالنسبة لنا الكسم مطلوب بشكل كبير جدا في السوق وفي نفس الوقت بيحتاج عمالة فنية مدربة على كواليتي عالي قوي بحيث ان انت تكون قادر انك تشتغل في التخصص ده لانه هو مش مجرد فك وركب ولا دق وصلح وخلاص طبعا الناس كانت تتخوف من الكسم في الأول عشان كانت فاكرة ان الكسم بتاعنا مجرد ورشه بس لا الكسم عندنا تطور بشكل كبير جدا بقى مطلوب في التوكيلات التوكيلات بقى تشتغل به بأجهزة وعدد متطورة جدا انا نفسي نزلت التوكيلات اشتغلت بيها الصراحة من احسن التخصصات اللي ممكن تختارها والصراحة انا بالنسبالي ما اقدرش اختار بديل عن التخصص ده لان انا صراحة شايف نفسي في التخصص ده ومن التسكيلز بتاعتي ماشي معا كويس وطبعا بجانب مكتب التوكيلات بتاعنا اللي مش سايبنا خالص في وقت التدريبات بينزلنا وطبعا موفر لنا فرص شغل كويسة جدا بعد الدراسة شكرا عندنا طبعا قسم الدهان مع مصطفى ابتري احكي لكم ايه هو قسم الدهان ازايكم انا مصطفى عبدو طالب في مدرسة غبور لتكنولوجيا التطبيقية انا في سيكشن دهان زمان كانت وجد النظر عن فن الدهان ان هو حد بياخد حرفة من الشارع بس مجرد حد نزل اتدرب في ورشة خد خبرة بقى صنايعي غبور غيرت المنظور دوت جدا احنا دلوقتي في مدرسة غبور بينا بنتعامل بادوات افضل اسبيشي لتول مش موجودة غير عندنا او مش في غبور تحديدا في كزا مدرسة بس احنا بنحاول نطلع التكنيكل خبير بنحاول نطلع تكنيكل متعلم مش بس حد خد الصنعة وخلاص لا هو حد متكامل من كل حاجة عنده اللغة عنده الخبرة عنده الصنعة عنده الصنعة بالطرق الحديثة احنا دفعة اول دفعة في غبور احنا السنة دي اول دفعة هتتخرج هنبقى الفني المتعلم المتكامل المتطور وكمان احنا في غبور في مشروع دلوقتي بنستخدم ورش صديقة للبيئة يعني الدهاء ما بيبقاش بزيد بيبقى بمية فالريحة بتبقى افضل بكتير جدا ما بتقصرش وما بتتعبش الرئة زي ما كان زمان موجود ومتعرف عليه في العالم كله شكرا وعشان احنا في غبور عندنا طلبة متميزين في طلبة بتدخل مشاريع وبتاخد عندنا مراكز اول وتاني وتالت وعندنا اول مشروع دلوقتي هنتكلم عنه وورليد سكيلز مع الطالب احمد مجدي هيحكي لنا تجربته وور زمانه شكرا سأل خير انا الطالب احمد مجدي مدرسة غبور التكنولوجيا انا الحقيقة جدا فخورة ان انا دخلت المسابعة دي طبعا كل ده بفضل المدرسة والان انا قدرت ان انا اوصل للمسابعة دي المسابعة دي دخلت فيها انا وزماني كنا عدد طلاب كتير من جميع المدارس دخلنا اختاروا مننا خمس طلاب متميزين كان المسابعة دي عبرها اصلا بتتكلم عن ايه اللي احنا دخلنا اول حاجة دخلناها كان امتحان نظري امتحان نظري كان جايب العربي اصلا ونحنا درستنا انجليش فالامتحان حلناه ودرنا ان احنا نحقق في مركز بعد كده دخلنا اللي هو الانترفيو دخلنا الانترفيو الحمد لله ربنا كلمنا ووفنا وعدنا منه اللي هو الفاينال بال اخير بتاعنا دخلنا اللي هو العملي العملي ده كان فيه جزء كبير خالص بيعتمال على اللواء التفكير مش بس اللي انت داخل حافز بس العملي والانت داخل تفكي وتصلح لا ده انت بالعكس انت اتوقف قدام امر واقع ويسألك في حاجات انت يعني لازم تجوابها ببقية طريقة عشان تعف تعديم المسابقة دي ايه الحاجات دي اصلا يعني مثلا على سبيل المسال بيقتصر لانا ماشي بالعربية على الطريق العربية مثلا مشى على سرعة 180 والعربية سيخنة 8 أو 8 فانا عمل ايه? مفيش قدام اي حاجة مع العلم من اصلا العربية اللي كانوا قدامنا ولا كان فيها ارديتور ولا كان فيها باتاري ولا فيها حاجة بس لازم انت تتصرف تعمل ايه? تدخل المسابقة تدخل اول حاجة تدخل تجاز عددك طوح في الوافة تمام بتاعتك يعني خطوات اللي هي اللي وفوا الصح عشان تبدأ تكتسب المسابقة ان انت اهم حاجة الوافة بتاعتك السيفت بتاعك اهم حاجة بام بروان ف كل حاجة تقف في سيفت بتاعك تجاهز التول بتاعك بعد كيها تبدأ تدخل على الانجين تبدأ تفوك انت هتعمل ايه وكل حاجة بالترتيب وانا ما فوك او اركب بابدأ مصرم كل حاجة مكانها ماينفعش لنا ابدأ افوك او اركب وورم كل حاجة جان بكده لا والحمد لله قدرنا الحق افها مركز كوضاء فضل المواصلة طبعا وفضل الغبور وطبعا باشكل مواصلة جدا اللي احنا اكتازنا في المواصلة دي ويتمنى باسن الله اللي احنا هنسافر مع المدرسة التانية باسن الله المانيا وفرنسا وصين وشكرا جدا لكم طيب احمد مش بس هو وزميله اللي عملوا مشروع واخدوا مركز لا احنا معينا كمان عمر حمدي اخد المركز التاني في مشروع تحت امرك وهيحكي لنا عن المشروع دي الوادي السلام عليكم انا عمر حمدي من غبور اتنين احب اشكر طبعا مدرستي لان انا بفضل مدرستي وفضل المؤسسة عمتا في المكان اللي انا فيه ده دلوقتي بعد فضل ربنا طبعا احب اعرف المشروع بتاعي المشروع بتاعي عبارة عن ورشة متنقلة الورشة المتنقلة دي يعني فيه مننا هنا ناس بتتعرض لمشكلة ان عربيته بتتعطل ان عربيته بتتعطل في الطريق فبذالي بيحتاج ان هو يكلم وينش عشان يجي يشله العربية ويودله لأي ميكانيكي فبذال لما انت تعمل كلا وتدفع مثلا خمسة مويت ستمين جلي تتقرم لا انا ممكن انا اتكلمني التليفون اجيلك اصلح لك العربية واخد منك تكلفة التصليح بس غير كده يعني اقدر اوفالك حاجات كتير يعني ممكن اجيلك من تحت البيت اخد عربيتك اصلحها واجبها لك تاني ممكن اعمل لك عمرة العربية ممكن اعمل لك اي حاجة في العربية اي مشكلة توجهك في العربية انا اصلحها لك لان المشكلة دي وجهت الناس كتير من ضمنهم وجهتني انا مع والدي يعني ما حصل موقف كتير بيساوي حاجات ببسيطة يعني مثلا تسير ما روح اتقطع خلي العربية مش عارفين نمشي بيها اضطرنا ننقلها يعني لوينش مكان بخمسمائة جنيه عشان خاطر حاجة بتصلح بمية وخمسين جنيه تمام اه هو دي فكرة مشروعي وانا طبعا مش ناوي لو اه مش ناوي لنا انا يعني يعني افضل كده بس لا انا لو اطوره وانا هو ان شاء الله في دماغي ان انا اعمل اطور واطور واطور من المشروع بتاعي مش افضل كده وانا الحمد لله حصلت على المركز التاني اه من مؤسسة كير وحب بشكر مؤسسة كير جدا اه حب بشكر ميس نيفين وميس ايات لانهم تابوا معنا جامد كان نفسي بقوا معنا وحب اشكر ميس سوزان اه وميسر حمدي ميسر حمدي مش معنا طبعا اه اوفروا لنا كتير قوي عمالين كانوا عمالين ان يوفقوا بين ادارة الاعمال و اه والحسس بتاعتنا اه بس كده وشكرا السلام عليكم ومعنا دلوقتي مشروع تاني هو مشروع استيفيا معنا الطالب زياد محمد ودعاء فايز وحصلوا على المركز الرابع حمسنا كيفت ان رأيه مرحل الصور FE اه مسائل خير انا دعاء فايز من مدرسة غبور التكنولوجية التطبيقية اه احنا دخل المدرسة وفرت لنا كورس لياديه اعمال مع مؤسسته كير دخلنا المسبقة واخدنا فيها المركز الرابع المشروع بتاعنا عن الاستيفيا مساء الخير أنا اسمي زياد محمد بمدرسة غبور اتنين التونجة التطبيقية أحب قبل ما أبدأ بس أسأل حد يعرف نباتي الاستيفيا سؤال للجميع سؤال للجميع حد يعرف نباتي الاستيفيا زياد بيسأل حد يعرف ايه هو نباتي الاستيفيا هو نباتي بيستخدم عشان بيعمل زي سكر بالطبيعي بديل السكر العادي فمش بيعلي مستوى السكر في الدم مثلا برافاليك دلوقتي هكلمكم عن الاستيفيا الاستيفيا تم اكتشافها في منغوليا 2019 ما هي فوادي الاستيفيا الاستيفيا خليها تماما من الصعرات الحرارية وتساوي المعلقة السكر العادي يساوي يتم معلقة من السكر الاستيفيا ودي نباتي الاستيفيا موجودة معنا هدفنا من المشروع ان احنا نخليها منتج محلي مصري فهدفنا ان احنا نزرع مساحة ارض كل فترة نزود من المساحة لحد ما نعمل مصنع انتاج الاستيفيا في مصر ونخليها منتج محلي شكرا زياد كان بيقول ان احنا هدفنا ان احنا نخلي الاستيفيا منتج محلي مصري وطبعاً عشان ده مشروع مكلف وكبير فإحنا في أثناء التدريب قالوا لنا ان انت عشان تعرف توصل لمشروع كبير لازم دابل حاجات تساعدك فإحنا قررنا ان احنا استغلي الاستيفيا بكل فوائده فالحاجة اللي احنا نستغلي بقى الاستيفيا حالياً هي ان احنا عناعمل منتجات صحية من نبات الاستيفيا تناسب الفئات شبه رياضيين ومرضى سكري والناس ديكاتر أصلاً يعني لما تروح عن دكتور عشان دايت أو كده بينصحك بسكر الاستيفيا فالمشروع بتاعنا ان احنا نعمل منتجات صحية هنستغلينا فيها سكر الاستيفيا ونستبدل بعض المكونات زي مثلاً نستبدل الديه الأبيض بماندة الجولوتين هنستبدل الدهون مثلاً بزادة فوت سوداني أو زاد عباد شمس فده المشروع الفكرة التانية تعت مشروعنا ان احنا نعمل منتجات صحية من نبات الاستيفيا واخدنا مركز الرابع وان شاء الله يكون الاستيفيا بالبراند بتاعنا منتج محلي في المستقبل شكرا شكرا